بعد اعلان الدوام الحضوري مطلع الشهر المقبل ولجميع المراحل الدراسية تساءل أولياء الأمور وطلبة المدارس عن كيفية الالتحاق بالمدارس التي تفتقر إلى أبسط مقاومات الدراسة فيها هواي من هاي المدارس اللي تشوف خلفه مثلها موجودة بمحافظة صلاح الدين لم تكتمل منذ عوام كثيرة يعني اليوم الدوام الحضوري شارف على الأبواب والطالب شلون رح يفتهم شلون رح يستوعب المادة وهو بكل صف تقريبا من خمسين إلى ستين طالب دوامنا رح يبدي ومدارسنا تفتقر لهواي عمر وكما دارس ما يصل حتى الدوام بيها فاحنا نطالب أن يكون اهتمام بالمدارس كثير من الأبنية المدرسية لم يكتمل بناؤها منذ سنوات عدة وكذلك المدارس الحديدية والطينية الغير صالحة لاحتضان الطلبة يرى مراقبون كان من المفترض استغلال فترة توقف الدوام الحضوري واستكمالها وإعادة تأهيلها واقع أمنية المدارس في محافظة صلاح الدين منذ سنوات وكثير من المدارس حديدية طينية مدارس أنجز منها ما يقارب 70% ولم تكتمل مشاريعها يعني ما أعرف لحد الآن هي متوقفة كان من المفترض استغلال هذه الثلاث سنوات التي توقف فيها الدوام الحضوري وجعلها وإكمالها وجعلها مؤهلة لإستقبال التلاميذ لكن للأسف واقع المدارس يرثى له وحالها لا أعرف كيف ستحتضن تلاميذنا هذا العام بداية عام دراسي وعودة إلى مقاعد دراسية غاب عنها الطالب سبب جائحة كورونا تأمل لو يجدها وقد وفر فيها ما يحتاجه وأخلت لاستقباله وبذلك فإن مدارس المحافظة الحكومية تفتقر إلى أبسط مقاومات عادة الدوام فيها حضوريا وهذا ما يدعو إلى تأهيلها خلال الأيام القلائل المقبلة على فتح أبوابها للعام الدراسي الجديد من صلح الدين فراس الحسني؟ أتسغي ير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر